تطبيق على يعني هنعمل الوجه اللي قدامنا دي. اول حاجة هعمل اللي انا هستخدمها. يعني الويندو. الويندو دي هضيفها عشان خاطر اغير لون الخلفية. عايز اخليها لون احمر. انا عندي الاربع خنات دول اول تلت خنات اللي هما الار جي بي. احمر اخضر ازرق. فانا بختار نسبة معينة من زيره الواحد. فانا هختار نص. واخر الرقم ده اللي هو درجة الشفافية. يعني لو خليته واحد يبقى ما فيه شفافية خالص. كل ما بقلل الواحد ده كل ما بيتزود معيه الشفافية. فانا هخلي الاحمر بنص. وكمان دي حدي مقاس للوجه هخليها ربعمية وفيه خمسمية. الربعمية ده العرض والخمسمية الارتفاع. هنعمل متغير هنقوله انت بوكس لي اوت. ماي لي اوت تساوي بوكس لي اوت. وبعدين هعمل الليبل هسميه لابل وان. تساوي لابل وتكست جوجل. دي كلمة جوجل يعني. وبعدين التكست ايمبوت ده مربع الادخال. هيساوي تكست ايمبوت تكست تساوي تايب ووردستو سيرش. يعني الجملة دي اللي هتكتب في مربع الادخال ده. بعدين هعمل البوتون هسميه بوكس تساوي بوكس سيرش. يعني البوتون ده مكتوب عليه سيرش. هنضيف الليبل والبوتون والتكست ايمبوت للماي لي اوت. هنضيف التلاتة للماي لي اوت. هكتب مي لي اوت دوت اد ووتيجت لابل وان تكست ايمبوت وان بوكس ايمبوت وان. بعدين هعمل لماي لي اوت عشان خاطر الفنجشن تشتغل معايا. تعالوا نعمل هنلاقي البوتونز عندي بالشكل ده. طب انا عايز يترتبوا رأسي مش افقي. هما دلوقتي افقي انا عايز اخليهم رأسي. بعمل ايه? بكتب ويساوي طيب دلوقتي هما ماليين الشاشة كلها. عايز اصغرهم. هكتب يساوي نون ونون. ده معناه ايه? الكوموند ده بقولي البوتونز او كان لابل او كان التكس امبوت. بقوله خليك في حجمك الطبيعي ما تملاش الشاشة كلها. وبعدين دلوقتي كلهم موجودين تحت فعايزوا طلحهم لفوق. فحكتب بادينج واكس واي. يعني انا عايز احركهم في الاكس اد ايه? وفي الاي اد ايه? كلهم بيتحركوا معايا. فانا حكتب مثلا مية وخمسين وايو متين. فلا يوم اتحركوا معايا بالشكل ده. طيب انا عايز ازبط الحجم بتاحهم. هعمل لكل واحد منهم. وهغير لغاية موصل لانسب حجم انا عايزه يعني. يساوي العرض والارتفاع. يعني قيمة العرض ادي ايه? بتاعة ده. وقيمة الارتفاع كامل. وكذلك وكذلك تعالوا نعمل ونجرب. تمام. طيب عايزين نحركهم من مكانهم. تعالوا نخلي اه نخليها مية وسبعين. ونعمل تمام كده. طيب عايز ابدأ احرك واحد واحد منهم. هبدأ عايز احركه لليسار. يعني في اتجاه الاكس سالب. دي الاتجاهات اهو اكس موجب اكس سالب واي موجب واي سالب. فانا حكتب ناقص واحد. طيب نخليها ناقص واحد ونص. تمام كده. طيب البوتون برضو عايز احركه لليسار. فحكتب ناقص واحد من عشرة. تمام كده. طيب عايزين نطلحهم لفوق كلهم. فحروح للبادنج واي وخليها تلتمية. تمام. طيب جوجل عايزين نحركها للشمال شوية. فتعالوا نخليها اتنين من عشرة. عايزين نعمل مسافة ما بينهم كلهم. فحنكتب سبيسنج يساوي عشرين مثلا. تمام كده. طب عايزين نكبر كلمة جوجل. فحنكتب فونت سايز يساوي خمسين. طيب عايزين كلمة جوجل اطلحها لفوق شوية. عارفين دي هتتعمل من فين? هتتعمل من السايز واي. هغير في السايز واي. تمام كده. طيب نسمي الوجهة جوجل. ازاي? هغير اسم الكلاس. هخليه جوجل. بس هغيره من المكانين دول. تعالوا نعمل رون وتبقى دي النتيجة النهائية. موسيقى موسيقى